مواجهة عسكرية محتملة على حدود مصر الغربية بين الجيش الوطني الليبي وتركيا حيث أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية رئيس مجلس النواب عاقيل صالح حالة التعبئة والنفير العام في الأراضي الليبية في ظل الانتهاكات التركية والتدخل السافر من تركيا في الشأن الداخلي الليبي وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قد أعلن فرض حظر على أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا ومنع الصفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية في ظل استمرار تركيا في دعم الميليشيات في ليبيا بالعتادي والبشر والمعلومات الاستخباراتية ثم أخيرا التواجد العسكري التركي المباشر على الأرض من حق الجيش الوطني الليبي أن يدفع عن أرضه وعن سماءه وعن المياه الإقليمية الليبية وأنه في حال دخول أي سفينة من ليبيا عليه أن يواجهها بشكل حاسم وبشكل قاطع النقطة الثالثة كان هناك قرار صادر من مجلس الأمنة وبالإجماع وتحت الفصل السابع من نصاق الأمم والتحدة وهو أعلى درجة إلزام يقول بعدم توريد السلاح إلى كل الأطراف الموجودة في ليبيا وإعلان تركيا علانية أن تصدر السلاح للإرهابيين في ليبيا هذا خرق للقانون الدولي وكان وزير الدفاع التركي قد أطلق تصريحات تهديد ووعيد بحق الجيش الوطني الليبي مؤكدا أن أنقرة اتخذت ما أسمى الإجراءات المطلوبة في وجه خطوات عدائية محتملة ضدها من قبل الجيش الليبي وتأتي هذه التدخلات التركية وسط صمت من المجتمع الدولي وغض الطرف عن شحنات أسلحة تأتي من البحر والجو إلى ليبيا في ظل الحدود الممتدة لمصر مع ليبيا تمثل ليبيا أهمية كبيرة للأمن القومي المصري وتؤكد القاهرة دوما على أهمية الحفاظ على سيادة واستقرار ليبيا وعدم التدخل في شؤونها السلام عبد المقصود الإغمارية القاهرة